مرحبا اسمي وليد مغربى وأهلا وسهلا بكم بالدرس الثاني لكورس العمل الرقمية من المبتدئ إلى الاحتراف إذا بالدرس الأول تعلمنا ما هي العملة الرقمية بالدرس اليوم سنتعلم كيف نحلل و ندرس العملات الرقمية الآن إذا تتذكروا بأول الدرس و تلك فيه أكثر من 15 ألف عملة رقمية اليوم بالسوق و اليوم حتى وصل إلى 15 ألف ومئة أيضا عملات رقمية الموجودة بالسوق لكي تدخل هذا المجال بل تتعرف ما هي العملات الموجودة بالسوق من الجيد تذهب عبر بعض الصفحات التي سوف نقول بلخصه العملة الرقمية الموجودة بالسوق كونمركتكاب هي واحدة من الصفحات التي نجحت فيها التي يساعدك تتغير في تدرس العملة الرقمية السوق تعرف ما هي العملة الموجودة من ناحية و من ناحية الثانية تدرس العمل الرقمية النفسها و ترى إذا حتى تسحق وقتك أو لا قبل درساد التحليل العملة الرقمية سنتعرف على الصفحة الافسريا و نرى ما هي المواد المعروضة في هذه الصفحة و نبدأ بأول جزء من فوق حالياً كما ترون كما قلت لكم هنا عداد الذي يقدر لنا كم من عملات رقمية موجودة بالسوق وحالياً هناك 15106 عملات رقمية موجودة بالسوق هناك أخطر من 436 وسيط للتداول موجودة حالياً ومسجل بكل ماركت كاب القيمة السوقية العامة الشاملة لكل عملات رقمية مع بعضها حالياً 2.619.823.276.333 دولار رقم طويل كل هؤلاء 15 ألف عملات موجودة بالسوق إذا تضعهم بقلب نفس الآلب وتجمع الدائمتهم، الدائمت المصاري الموجودة فيهم كلهم مع بعضها هذا هو الرقم الذي يخرج معنا بالسوق الماركت كاب هو القيمة السوقية والذي يعبر عن قيمة الأملاك قيمة العاملات الرقمية مقابل الدولار بدل الوضع هنا في آخر 24 ساعة الفوليوم أو حجم التداول كان بحجم 122 مليار 437.760.654 دولار ما معناه حجم التداول؟ تخيل فيه 10 أشخاص حالياً تداولوا بالعملات يضعوا كل واحد يضع ألف دولار بالعملات هذا معناته حجم التداول كان في هذه اللحظة 10.000 دولار فحجم التداول في آخر 24 ساعة يظهروا على آخر 24 ساعة يأخذوا هذه المعلومات من منصات الوساطة المسجلة عبر كوين ماركت كاب ويظهروا بعض الناس يضعوا مصاري باعوا واشتروا عملات رقمية في كل لحظة فالحجم التداول هو كمان عمليات البيع وكمان عمليات الشراء دومينانس أو معناه بالعربي الهيمني ما معنى الهيمني؟ هي قوة العملة مقابل باقي العملات الموجودة بالسوق هذا موضوع مهم جداً جداً لما نتحدث عن العملات الرقمية أكيد سمعتوا الشائعات على كيف البيتكوين يحرك السوق الهيمني هي قدي من هذا الحجم للسوق القيم السوقي الكامل حكيت لكيها قبل قليلاً قدي منها تابعة فقط للبيتكوين فأخذوا هذا الحجم سيحسبوها كنسبة مئوية وترى أن القيم السوقي للبيتكوين في الوقت الحالي تماثل 41% من شامل العملات الرقمية الموجودة بالسوق بالجانب هذه المعلومات يمكن أن ترى معلومات عن العملات المحبوبة حالياً موجودة بالسوق بعض العملات التي تحقق أكبر أربعة حالياً بالسوق و بعض العملات الجديدة التي قامت بآخر فترة على السوق ترى كل هذه المعلومات هنا؟ وبعد ذلك إذا تنزل إلى تحت تبدأ ترى ملوخصات مختلفة عن العملات الرقمية التي سنفوت قليلاً قليلاً عليهم هذه هي النظرة الإفتتاحية لـ CoinMarketCap طبعاً هناك معلومات إضافية أخضر التي تتعلمها ولكن إلى هدف هذا الكورس لا تحتاجه اليوم بهذا الدرس و الآن نبدأ ونرى كيف نحن نعمل تحليل للعملات الرقمية ونرى إذا عن جد يستحقوا وقتنا أم لا ونأخذ على سبيل المثال Ethereum ما هي المعلومات الموجودة لدينا في هذه الصفحة التي تساعدنا بالتحليل؟ سعر العملي حالياً مثل Ethereum هو 4500$ بالجانب السعر لدينا القيمة السوقية الماركت كاب ونحسب ذلك يأخذ السعر على الآن في الوقت الحالي ونضربه مع الـ Circulating Supply Circulating Supply هو عدد القطع لـ Ethereum الموجودة حالياً والمتداولة بالسوق حاصل ضرب السعر مع الـ Circulating Supply ويأخذ الـ Market Cap وهي قيمة السوقية لها العملية بالجانب القيمة السوقية هناك شيء آخر يسمى Full Deliuted Market Cap لكي تفهم ما الفرق بين هذا المصطلح وبين الـ Market Cap من القيمة السوقية العادية سأعود إلى البيتكوين قليلا في البيتكوين، كما ترى، هناك فرق بين القيمة السوقية الحالية للبيتكوين وبين الـ fully diluted market cap وهي القيمة السوقية الأقصى للبيتكوين الفرق هو أن هذا الرقم حاصل ضرب سعر البيتكوين مع ما اسمه max supply يعني العدد الذي يعبر عن العرض الأقصى للبيتكوين يعني هنا مكتوب لنا أنه 21 مليون، هذا يقولنا أنه لا يستطيع أن يكون فيه أكثر من 21 مليون قطعة بيتكوين بالسوق فهذا هو الـ fully diluted market cap عن هذا أعبر، حاصل ضرب السعر مع max supply بالجانب هذا الأمر، إذا ننزل إلى أكثر لتحت ترى رسم البيان الذي يعبر عن تغيير سعر الإثيريوم بآخر فترة بآخر يوم، سبع أيام، شهر، ثلاثة شهر، سنة والآخر على الطرف اليمين، ترى سعر الإثيريوم، قد تغير بآخر 24 ساعة ترى بآخر 24 ساعة، نزل الإثيريوم بـ 190$ وهو تقريبا 4% مقارنة مع سعر الإثيريوم البارحة اللو والهاي، هذا ما يقولنا؟ اللو هو السعر الإثيريوم الأصغر بآخر 24 ساعة والهاي هو السعر الإثيريوم الأكبر بآخر 24 ساعة تريدينج فوليوم هو حجم التداول اللي ذكرناها بآخر 24 ساعة تداول بالإثيريوم بتقريبا 23 مليار دولار ماركت دومينانس هي الهيمني للإثيريوم بالسوق هذا هو ماركت دومينانس هييمني بالسوق اللي ذكرناها بآخر 20% بفاصل 48 وهناك بعض المصطلحات التي سأضع لك الرابط لهذه الصفحة تحت بالتفاصيل لكي تستطيع توصلها وكيف قلت لك تضغط كباس يميني بـ Chrome وبترجم على العربي وتفهم ماذا بهذه المصطلحات تقولها بالضبط طيب، أنا للحديث الآن أنا شرحت لك ماذا هي المصطلحات الموجودة بهذه الصفحة وفسرت لك معناها لكن بعدما لم تتحدث كيف أنت تستعملها لكي تعمل تحليل على سبيل المثال، أنت تظهر حاليا على هذه الصفحة أنت تظهر على Ethereum Off سعره غالي 4500 دولار لا، لا لا معي المصاري سأذهب من نفس المصاري، أنا أستطيع أن أذهب أعرف أن أكمل قطعة دوج على سبيل المثال هذا يظهر لي أرخص لكن أعرف، هذا هو واحد من الأخطاء الشائعة الموجودة حاليا بالسوق السعر العملي ليس هو المهم هناك أمور أخرى التي هي مهمة التي يجب أن تساعدك لكي تقرر إذا سعر العملي الحالي هو جيد أو لا إذا نظهر مثلا على دوج كوين، نظهر على سعر سعره رخيص هذا دوج كوين سعره 20 سنت، أنا أستطيع أن أضع 10 دولار في دوج كوين، وأخذ 50 قطعة ماذا؟ يكون هذه 50 قطعة هناك وإذا تظهر دوج كوين إلى 10 دولار أنا سأقاية ربح كبير هنا أنت حاليا لكي تصل لسعر 10 دولار في دوج كوين، أنت تريد القيم السوقية التي توجد لك حاليا تظهر إلى 1 تريليون 1 تريليون 320 مليار دولار لكي تصل إلى 10 دولار قيمة للدوج كوين هنا يوجد السر، دائما كما قلت تظهر على القيم السوقية الحالية وعدد القطعة الموجودة حاليا بالسوق فإذا أنت ترى أن عدد القطعة الموجودة حاليا بالسوق مرتفعة 132 مليار قطعة هذا عدد ليس بسيط يعني أنت تريد أن تفوت فوق 1 تريليون دولار كقيمة قوة شراء بقلب عملية واحدة التي حاليا هذا يعبر 50% تقريبا من قيمة سقيلة لشامل العملات الرقمية ككل 50% فشاهدين أنا لا أريد أن أقول أن أحب أن أستعمل كلمة مستحيل ولكن هذا الأمر صعب 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 يتحقق فهنا يأتي السر بالتحليل بالعملات الرقمية بجانب هذا الأمر عندما تتحليل العملات الرقمية دائما تظهر على ماكسابلاي القيمة القصوى للعرض الموجودة حاليا بالسوق أنت ترى بالبيتكون أن العرض الأقصى الموجود حاليا هو 21 مليون قطعة تظهر على البيتكون على الدوشكون لا يوجد تظهر على الإثيريوم لا يوجد هذا أمر سلبي لماذا هذا الأمر سلبي؟ هذا يعني أن حاليا بالبرمجة لا يوجد أحد لتضخم العملة يعني العملة يمكن أن تكتر لا نهائيا يعني بدون لا أحد يوقفها وحتى أشرح لك كيف هذا الأمر يمكن أن تؤثر سلبيا على الأسعار بالسوق خذ هذا على سبيل المثال على سبيل المثال نحن موجودين معنا ألف دولار التي مقسمت لعشر أشخاص كل شخص معه 100 دولار ينضم لدينا أيضا عشر أشخاص نحن مجبورين نقسم هذه الألف ألف دولار على عشرين شخص فبدل أن يكون مع كل شخص 100 دولار استصار مع كل شخص 50 دولار فالألف دولار ظلت نفسها كقيمة سوقية لكن الإيميل للقطع الوحدي قلت بالنص ترون هناك علاقة مباشرة بين قد الرقم للقطع الموجودة حاليا بالسوق مع القيم السوقية ومع السعر الحالي للقطع إذا العمل تنطبع بسرعة كبيرة جدا دوجكون هي واحدة من العملات تنطبع بسرعة كبيرة جدا لذلك يبدأ القوة الشراء أكبر لتتمسك سعرها وعشان تطلع سعرها منقرنتها مع الإثيريوم قوة الطباعة بأكثير أضعافها وخصوصا مع التحديثات بأخر فترة هذا الأمر تغير لن أفوت بتفاصيل فيديوها الثانية تتحدث عن هذه التفاصيل فحكينا عن السعر حكينا عن الماك سبلاي بالجانب هذه المعلومات نريد أن نرى هل العملة الرقمية هل بجدهة موزعة ومؤسمة على المحفظات كلها بشكل متساوي أم لا يوجد أمر شخص الذي نعبر عنه كحوت الحوت أو الويل في الإنجليزة هي برعة عن شخص أو المؤسسة الذي بمحفظتها في نسبة كبيرة جدا من هذه العملة التي مقارنتها مع العرض الحالي للعملة بشكل علينا خطر على سبيل المثال إذا معك محفظة التي فيها 10% من شامل العرض الحالي الموجود لعملة واحدة تعرف أن هذا الأمر خطر بشكل خطر على العملة هذا الأمر يفرجينا أن هذا الشخص إذا راح باع العملات ممكن يؤثر بالنسبة كبيرة جدا على الأسعار ونزلها لأنه ترك العملات وفوتها بالأسواق أنت تضيف 10% أخطر عملات على السوق وهذا الأمر طبعا كما قلت لك قبل قليلا بنقص من قيمة العملة ونزل ويؤدي لهبوط بالسعر لكي تبدأ تدرس هذا الأمر يمكن أن تستعمل بهذه الصفحة تذهب على اليسار على contract وهنا يمكن أن ترى المحفظات الموجودة بالسولن كل المحفظات التي تمسك هذه العملة موجودة على بلوكشن كما قلت لك في الفيديو الأول بلوكشن شفاف جدا لا يوجد إصرار حاليا درسنا السعر درسنا العرض الموجودة حاليا بالسوق وردنا أن هذه العملة تستحق في وقتنا ممكن أن نقوم بعمل كأمور إضافية لكي ندرس أكثر لهذه العملة حسنا ماذا هذه العملة جيدة ماذا هو هدف المشروع لأن كل العملة الرقمية نقولها عملات ونطلع عليها كعملة لكن كما قلت لكم في الدرس الأول نتحدث عن أمر افتراضي الذي يعبر عن مشروع فهذا الأمر يرجع إلى الصفحة المركزية للعملة وعلى أمر اسمه White Paper White Paper هي أوراق البيضة للعملة وهو عبارة عن ملف الذي يشرح خطتها ماذا خطت المشروع نفسه ماذا هي المشكلة التي تحلوها كيف سيحلوها ماذا هي الطرق المختلفة التي تستعملوها ماذا هي تكنولوجيا كل هذه بالتفاصيل لكي تذهب إلى الـ White Paper عادة في الـ CoinMarketCap لديك رابط للـ White Paper إذا لم يوجد الرابط من المفروض يكون موجودا بالصفحة المركزية للعملة وهنا وشطرتك ومفهومك للغة الإنجليزية تبدأ تدرس العملة نفسها وتدرس ماذا تفعلها هذه العملة إذا أنت مستصعب اللغة الإنجليزية وليس فاهمها أنا أصحك تستعمل متصفحة Chrome لأنه يوجد ترجمة للعربي يمكن أن تفعل الترانسليت للعربي يمكن أن تستفيد من هذا الأمر ويساعدك في تدرسه هذا الأمر يمكن أن يأخذ معك وأنا أن أصحك أنه تأخذ وقتك ولا تستعجل بالأوراق البيضاء خصوصا عندما تتحدث عن عملة جديدة ومشروع جديدة التي تدرسه الإثيريوم سأقول أن هناك مقالات كثيرا بالسوق التي تعبر عن الإثيريوم وصل لدرجة نضاجة عالية لكن العملات الجديدة لا ستجد أمور بالسوق والذي يدعموك أو فيه سيكون عدد قليل جدا الذي سأضع علامة سؤال على مستقية هذه المقالات فأفضل شيء ترجع على الويت بيبر وتدرسه ترى عدد الصفحات بالويت بيبر إذا تظهر على العمل فقط فيها ثلاثة أربعة صفحات أعرف أن هذه العمل لا تعمل كثيرا هذه المشاريع لا تعمل كثيرا هناك علامة سؤال كبيرة على مستقيتها إذا ترى أن تضعوا وقت هنا و تضعوا رسمات حلوة من الأوراق البيضة إذا الشركة حطت وقتها تبني هذه الأوراق البيضة فتستحق وقتك على الأقل تدرسها و تقرأها بالجانب هذا الأمر من جيد جدا دائما تذهب و تدرس الصفحة الرئيسية نفسها لأن المعلومات الموجودة بالصفحة الرئيسية هي المعلومات التي تعبر عن المشروع نفسه و عن نجاح المشروع نفسه فإذا المعلومات موجودة بالصفحة الرئيسية ستخلق لك أسئلة كثيرة و ليس أجوبة معنى أن هناك إعلامة سؤال على مصلاحية ومصلاحية العملة و على هذا المشروع فدائما ترجع للصفحة المركزية و تؤكد أن المعلومات التي تدور عليها موجودة هنا بالجانب الصفحة الرئيسية والويت بيبر من جيد تظهر على العملة الرقمية بأقوى مصدر الموجودة حاليا بالسوق وهو الصفحات الاجتماعية ترى إذا كان هناك مجتمع ترى ماذا يتحدث بالمجتمع تذهب إلى تويتر تذهب إلى جوجل تدور على العملات أي مصدر للصفحات الاجتماعية و اسأل ماذا رأيكم بهذه العملة و ترى ماذا يقولون إذا الناس لديهم تجربة سلبية مع أي أمر سيقولون بهذا الأمر في الصفحات الاجتماعية و لا يوجد أقوى من هذا المصدر لكن في الوقت هناك الكثير من الناس مخبئين هناك الذين يجربوا تصويق و يجربوا ضخل للعملات فانتبهوا من هذا الأمر لا تتكلمون فقط على صفحات المركزية دائماً أدرس العملة قبل أن تذهب إلى صفحات الاجتماعية و تدرسوها وبعد أن تعمل هذه الأمور كلها فأنت عملت التحليل الأولي والأساسي للعملة نفسها والعملة إذا قررت تستحق وقتك تبدأ تذهب إلى نوحة الخطوات القادمة من التفاصيل الفنية المختلفة للعملات و أمور أخرى التي سأتحدث عنها بالدروس القادمة إن شاء الله هذا هو درس اليوم و أتأمل أنك صورة تعرف ما هي العملة الرقمية و كيف تعمل تحليل أساسي و أولي للعملات الرقمية و إن شاء الله بالحلقات القادمة علينا سأتحدث عن التحليل الفني على المنصات و على الأمور أخرى المتقدمة أكثر التي تأخذك لمستوى أعلى وأعلى وأعلى بتجربتك بالعملات الرقمية أتأمل أنك استفدت من هذا الموضوع و أتأمل أنك تنجح بهذا المجال شكراً كثيراً لك في وقتك و مع السلامة